مفاجأة لكل المصريين عملة الاتنين جنيه في جيوب المصريين قريبا ننشر التفاصيل وعاجل الآن الكشف عن موعد تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء وحقيقة إغلاق مسجد بسبب عدم تزديد فطولة الكهرباء بيان فور من الإفتاء بننشر التفاصيل وأكبر عدد من شؤا سكن لكل المصريين في أكتوبر الجديدة برضو بننشر التفاصيل في الفيديو وهبوط أسعار حديد التسليح بعد انهيار الأسعار العالمية بنحلل وبنشوف إمتى ممكن الأسعار بتاعة حديد التسليح تنزل وموعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق كم سيصل سعر كيلو في البداية حابين صلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في البداية عشان يجيلكم كل جديد يعمل متابعة للصفحة اضغط على زرار المتابعة الظاهر أمامك واضغط أيضا على زرار أعجبني عاوزين نوصل في هذا الفيديو الأكبر عدد لايكات ممكن وقبل ما نبدأ في التفاصيل نملة تعليقات بالصالح على الحبيب محمد ونعمل شير أو مشاركة للفيديو عشان غيرنا يستفيد مفاجأة لكل المصريين عملة الاتنين جنيه جديدة في جيوب المصريين قريبا الحكومة المصرية بتخطط تطرح عملة جديدة من فئة الاتنين جنيه خلال السنة المالية 2024-2025 عشان تسهل على الناس التعامل بالفكة الصغيرة كل الإجراءات المطلوبة لصق العملة الجديدة خلصت وفاضل بس موافقة البنك المركزي المصري ورئاسة الوزراء الهدف من العملة الجديدة هو تسهيل التعاملات اليومية للناس سنة 2022 مصر طرحت لأول مرة عملة بلاستيكية فئة 10 جنيه وبعدها مصر أصدرت فئة ل20 جنيه عشان تقلل تكلفة طباعة الفلوس صهر الدماطي خبيرة مصرفية شرحت أن العملة الجديدة هتوفر في التكاليف مقارنة بالجنيه المعدني الحالي ومش هتستغنى عنه كمان القانون بيقول أنه ممنوع على أي حد غير البنك المركزي يصدر فلوس أو يشوه العملة المصرية واللي يعمل كده يتعاقد بغرامة كبيرة وكمان اللي بيقلد أو يزيف العملة بيعاقب السجن الجنيه المصري كان طلع لأول مرة في عهد محمد علي باشا سنة 1836 وكم ما دعون بالذهب مصر فضلت تسك عملتها لحد ما فرنسا أخدت الحق ده بسبب الديون في نهاية حكم محمد سعيد باشا وبعض العملات بقت تتعمل في باريس بجانب الضربخانة في القلعة أترك لحضراتكم التعليق عاوز أعرف رأي حضراتكم بخصوص سك عملة جديدة فئة الاثنين جنيه عاجل الآن الكشف عن موعد تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر كشفت أنه تم تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء من بداية استهلاك الشهر أغسطس الحالي المصادر دي وضحت أن الزيادة دي بمتوسط حوالي 30% على القطاع المنزلي كمان المصادر أشارت أنه الزيادة تم تطبيقها من النهاردة كلام ده كان يوم الثلاث اللي هو مبارح على كل العددات مسبوقة الدفع والزيادة دي هتتحسب عن الفترة اللي فاتت من شهر أغسطس الحالي وهيتم محاسبة العملاء عليها في الشحن اللي جاي كمان المصادر وضحت أن شركات توزيع الكهرباء هتبدأ في تحصيل الفواتير الجاية اللي شاملها الزيادة في الأسعار خلال الأيام اللي جاية في وقت سابق مصدر في وزارة الكهرباء المصرية قال من السبب الرئيسي لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء هو ارتفاع سعر الدولار قدابي الجنيه الوزارة كمان بتعاني من أزمة مالية كبيرة وده اللي خلها تضطر تقترض مبلغ 51 مليار جنيه عشان تسدد جزء من مستحقات وزارة البترول اللي عليها دلوقتي ده بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة الطيار الكهربائي وده اللي خل الوزير محمود عصمت يكتمع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء كلها عشان يأكد على ضرورة التصدي للظاهرة دي وكمان يعمل اجتماعات دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات عشان يعرفوا مستوى الأداء الفني والتجاري في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية حقيقة إغلاق مسجد بسبب عدم تزديد فطور الكهرباء بيان فوري من الإفتاء في ناس كتير على السوشيال ميديا في مصر بدأوا يتكلموا عن منشور بيقول ان في لفتة معلقة على باب مسجد في إحدى قرى مركز المينيا بتقول ان المسجد مقفول عشان ما تدفعتش فواتير الكهرباء خلينا نوضح حسب مصدر مسؤول عشان ما يحصلش سوق فهم الشيخ حسنين عبدالحكم وكيل وزارة الأوقاف في المينيا خرج ويتكلم عن الموضوع ده وقال ان الكلام ده مش صح المسجد اللي الناس بيتكلموا عنه هو مسجد الفتحة في إحدى قرى مركز المينيا والمسجد ده مفتوح وكل الشعائر الدينية بتتعمل فيه من غير أي مشاكل الشيخ حسنين كمان قال ان المسجد ده من مساجد الأهالي ولسه لم يتم إلحاقه بوزارة الأوقاف يعني مش تحت إشرفهم بشكل رسمي وأكد ان كل المساجد اللي تحت وزارة الأوقاف الوزارة هي اللي بتدفع فواتير الكهرباء بتاعتها من ناحية تانية في مصدر مسؤول من شركة كهرباء مصر الوسطى في المينيا نفى برضو ان المسجد اتقفل عشان ديون الكهرباء وقال ان فعلا في مبالغ كبيرة مترق مع المسجد وصلت لآلاف الجنيهات لكن رغم كده ما تقطعش الطيار الكهربائي عنه المصدر ده كمان وضح ان الشركة بتتواصل مع إدارة المسجد عشان يسددوا المديونية بسرعة وانه رغم حجم الديون ما أخدوش أي إجراء لقطع الكهرباء وكل ده على حسب كلام المسؤولين في الإفتاء وشركة الكهرباء عشان الصلاة والشعائر الدينية تفضل مستمرة للمصلي أكبر عدد من شقق سكن لكل المصريين في اكتوبر الجديدة في بيان صدر من وزارة الإسكان مهندس شريفي الشربيني وزير الإسكان والمرافق المجتمعية والعمرانية قال انه تابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين في محورين للمنخفضي ومتوسطي الدخل بمدينة اكتوبر الجديدة وضح الوزير ان مدينة اكتوبر الجديدة متحتوي على أكبر عدد من وحدات المبادرة الرئاسية على مستوى الجمهورية بإجمال 154 ألف وحدة سواء مسلمة أو في مرحلة التنفيذ والطرح وزير كمان وضح انه تم وجاري تنفيذ 86 مشروع خدمي في مدينة اكتوبر الجديدة علشان يقدموا مختلف الخدمات لسكان وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين مشاريع دي بتشمل 20 مدرسة و15 حضانة و27 سوق تجاري و14 وحدة صحية و5 ملاعب رياضية و3 مراكز شباب ونادي اجتماعي ومجمع شرطي عشر وزير الاسكان من الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي أولت اهتمام كبير بتوفير وحدات سكنية ملائمة داخل تجمعات سكنية حضرية متكملة الخدمات لفئة الشباب ومحدودين دخل الدولة اطلقت اضخم مشروع سكني المحدودين دخل في العالم هو المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمحور منخفضي الدخل على مستوى جميع المحافظات للجمهورية سواء في العمران القائم او المدن الجديدة تحليل هبوط اسعار حديد التسليح بعد انهيار الاسعار العالمية الاسواق والاسعار في مصر ممكن تشهد انخفاض في اسعار حديد التسليح قريبا بسبب انخفاض اسعار خامل حديد عالميا خلال شهر اغسطس حديد التسليح في مصر حاليا اغلب حوالي 37% من السعر العالم وده لان متوسط سعر الحديد في مصر حوالي 40 الف جنيل الطن لكن السعر العالمي حوالي 590 دولارا للطن السبب في الانخفاض المتوقع هو ان المصانع في الصين اللي هي اكبر مستهلك للحديد في العالم بتمر بازمة خلت الطلب يقل والسعر ينزل رئيسة الجمعية المصرية للحديد والصدب علي المهدي قالت اننا ممكن نشوف انخفاض في الاسعار في السوق المحلي خلال 3 اشهر بسبب الوقت اللي بياخده الحديد عشان يوصل للسوق من بعد التعاقد عليه في نفس الوقت السعودية اعلنت انها هتخفض اسعار حديد التسليح عندهم من اول سبتمبر وده ممكن يضغط على المصانع المصرية انها تخفض الاسعار برضو عشان تقدر تنافس في التصدير طارق الجيوشي عضو في غرفة الصناعات المعدنية قال ان الشركات المصرية خفضت الاسعار بالفعل بحوالي 10500 جنيه لطن من مارس لحد دلوقتي بسبب طوافر الدولار باسعار ارخص وتراجع الاسعار العالمية مصانع في مصر هتكون مضطرة تخفض الاسعار عشان تفضل في المنافسة بس حاليا شايفين ان الاسعار معقولة ومش محتاجة تعديل كبير موعد انخفاض اسعار الطماطم بالاسواق كم سيصل سعر الكيلو الايام دي الطماطم اسعارها وصلت لاسعار خيالية في السوق ما بين 20 و 25 جنيه للكيلو ده خلى الناس مستغربة جدا لان احنا بننتج طماطم كتير جدا في البلد حوالي 7.5 مليون طن كل سنة الموضوع كله ان الحرارة العالية لفترة اللي فاتت اثرت على الطماطم خصوصا اننا في نهاية الموسم الصيفي بتاعها مهندس محمود فوزي مسؤول عن البساتين والمحاصيل الزراعية قال ان الانتاج الجديد بتاع الطماطم هيبدأ في الايام اللي جاية مع العروة النيلية وده هيقلل الاسعار شوية في السوق نقيب المزارعين حسين ابو صدام بيقول ان الاسعار هتنزل في نوفمبر لما المحصول الجديد يظهر بس من ناحية تانية ومتوقع ان الاسعار تزيد اكتر الايام اللي جاية وممكن توصل ل30 جنيه لكيلو بس بعد كده هتنزل جامد تاني اللي مخلي الاسعار تزيد هو ان الانتاج قال في سبب الحرارة العالية وكمان تكلفة الزراعة بقت غالية فالمزارعين زرعوا مساحات اقل كمان فيه وسطاء كتير بيزودوا السعر على المستهلك الحل اللي بيقترحوا نقيب المزارعين هو اننا لازم نعمل قطة زراعية محكمة ووفر فيها مستلزمات الزراعة باسعار مناسبة ونوصل المزارعين بكل المعلومات اللي هم محتاجينها عشان ما تحصلش ازمة في الاسعار زي اللي احنا بيها دلوقتي دي اتمنى ان اسعار الخضار تنزل في السوق والناس تعرف تشتري احتياجاتها الاساسية لان اسعار الخضار تشهد يعني ارتفاع غير مسبوق يعني عندنا مثلا كيلو البطاطس اللي في حدود 25 جنيه كيلو البطاطس ده زمان ومش زمان اللي هو بعيد لأ زمان اللي هو من تقريبا سنة كان تقريبا كيلو البطاطس في حدود 10 جنيه من 7 ل 10 جنيه فارتفاع الاسعار العالي ده مشكلة كبيرة جدا بتواجه الشعب المصري ولازم يكون في حل قوي من الحكومة عشان مش هنفضل في الموضوع ده كتير اترك لحضراتكم التعليق وجينا مع بعض لانهاية الفيديو اتمنى اكون خفيفة على حضراتكم وتقلتش عليكم ان شاء الله ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته